تعريب بدينيس ديدرو الحلقة 318 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات دينيس ديدرو 1713-1784 ميلادي فإلى سوف مدي وموسوع وناقض أدبي وفني فرنسي كان أيضا هجان وروائيا وتاتبا مسرحيا وأصبح عام 1747 ميلادي رئيسا لتحرير الأنسيطلوبيديا أي الموسوعة التي اشتعت في تصنيف أهم كتاب العصر ومن أهم مسرحياته رب الأسرة عام 1758 ميلادي والراهب عام 1796 ميلادي ومن مؤلفاته الفلسفية خواطر فلسفية سنة 1746 ميلادي ورسالة عن المدفوفين سنة 1749 ميلادي وفيه ما يشرح فلسفاته المادية نشأ النرد الفني الحديث في ناديه حيث كان يجمع أشهر تتاب العصر وفنانه تعد مراسلاته صورة واضحة لعصره عانى في أخريات أيامه من الذائق المادي حتى تفعلته تاترين الثانية تعيسرة روسيا كان له أثار تابير في خلفائه المباشرين مثل هالبخ وهالفتيوس من تتاب فرنسا وغيرهما من تتاب ألمانيا وإندليترا يطرن اسمه بالحارة الموسعية ويعد صاحب عبطارية فذة في هذا الميدان اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على إبراهيم